اشتركوا في القناة في المغري في 1997 ثم في 2000 وجوج تم تأسيس اتلاف يضم عدة جمعيات وشبكات لرصد ومراحضة الانتخابات في سنة 2005 الجمعية العامة الأمم المتحدة اعتمدت يعني معايير دولية للمراحضة المستقلة والمحايدة الانتخابات ثم في سنة 2011 تصر المغري بكرس ممارسة المراحضة واصدر من بعد من القانون 3011 اللي كانت ضم هذه العملية بحكم هذا القانون تتأسس لجنة خاصة الاعتماد لدى المجلس الوطني الحقوق الإنسان تتكون من مجموعة من ممتلين القطاعات الحكومية ومنظمة المجتمع المدني وتدرس وتبط في طلبات الاعتماد التي تقدمها ثلاث انواع او ثلاث اصناف من الهيئات الجمعيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الوطنية المؤهلة بحكم القانون وجمعيات المجتمع المدني الدولية المؤسسة بطريقة قانونية في بلدي نشأتها إذن هذا هو السياق العام الجنة درست العديد من الملفات العديد من الطلبات أعطت الاعتماد لأزياد من 44 جمعية وطنية أعطت الاعتماد لمؤسسة وطنية واحدة هي المجلس الوطني للحقوق الإنسان وأعطت الاعتماد أيضا لأزياد من 14 جمعية دولية في المجموع هناك لحد الآن تملبط الاعتماد في أزياد من 4500 ملاحدة وملاحد سيتم انتشارهم على جميع الترب الوطني من أجل ممارسة الملاحدة المحيدة والمستقلة للانتخابات طبعا القانون ينظم هذه العملية هذه للملاحدة وهي تختلف عن المتابعة الصحفية أو عن عملية المراقبة التي يمكن للهيئة السياسية والمترشحين أن يوكلوها إلى ممتلهم من أجل متابعات العملية بشكل أحد الملاحدة المستقلة والمحيدة للانتخابات دورها هي الملاحدة يعني المعاينة الميدانية ليصير العملية الانتخابية ما قبل الحملة في الحملة يوم الاقتراع ثم ما بعد الاقتراع وتدوين كل الملاحدات والمعينات في تقارير يجب أن تصدر عن هذه الهيئات عند انتهاء أو بعد إعلان نتائج للانتخابات كيف تعرفوا هذه السنة هذه المغرب سينضم ثلاث انتخابات لا استحققت في يوم واحد عملية صعبة فبالتالي عملية الملاحدة هي أيضا عملية ماشي سهلة لكن نحن على يقين على أن مجموعات الملاحدين الوطنيين والدوليين الذين يقومون بالملاحدة في المغرب سيتمكنون من القيام بهذه العملية في أحسن الطروف من أجل ضمان الشفافية والمستقية في العملية الانتخابية بالمقر الملاحد لا يتدخل بحسب القانون هو يلتزم بأنه لا يتدخل في العملية لا يتكلم دوره فقط هو تدوين ما يعينه على المستوى سواء على المستوى الحملة أو على مستوى يوم الاقتراع ثم الهيئة التي ينتمي إليها يمكن أنها تجمع المعطيات تقوم بدراسة قانونية يعني الإطار القانوني للانتخابات ثم تصدر ملاحظتها وتوصيتها في تقرير تبعته إلى اللجنة الخاصة وإلى السلطات المعنية بتنظيمها اللجنة الخاصة ليس من دورها أن تصدر تقارير هي فقط تقوم بتجميع تقارير تنظيم العملية الملاحدة تقوم يعني بعملية تتبع للملاحدين يمكن لها أن يعني هناك ميطاق للملاحدة وقعه كل الملاحدات والملاحدين الذين تم اعتمادهم وإذا تمتبت خرق هذه الملاحدات والملاحدين لشروط الملاحدة يمكن لها أن تسحب منهم بطاقة الاعتماد ثم دورها بعد ذلك هي تجميع تجميع هذه التقارير ورصدها المجلس الوطني الحق الإنسان ورئيسته تترأس هذه اللجنة بحكم القانون أنشاء موقعاً إلكترونياً خاصاً بهذه الملاحدة وسيتم في هذا الموقع تثبيت جميع التقارير التي تصدرها للهيئات الوطنية والدولية في هذا الباب قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا في الاشياء فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية